ثانياً بقى كل المناقشة اللي حصلة في الفاصل على من يقود الجماعة مين الراجل؟ هو بولز دا سترينجز من يحرك أو يشد هذه الخيوط؟ مين؟ ما أنا فأقول لك ربما مجموعة من رجال الأعمال يعني هل الكيان الاقتصادي الضخم ده هل هو هيكون في إيد شخصية زي إبراهيم مونير؟ ولا محمود حسين؟ لا عشان كده أنا ذكرت حد زي يوسف نادا ده صاحب بنك التقوى قبل كده كان جورج دابليو بوش اتهموا اتهمات واضحة بتمويل الإرهاب لا خافي عن أحد أنه هو مول صورات إسلامية في بقاع مختلفة لو صح تعبير الصورات الإسلامية وما إلى ذلك فيوسف نادا عملياً هو رجل شديد البروز في الجماعة طب ايه رأيك أنه ممكن يكون في شخصيات نفس النماذج يوسف نادا هي غير معلومة أو غير مطروحة قدام الرأي العام ويمكن لما كنت بقول لحدك في الفاصل أني دايماً التنظيمات السرية بتطرح شخصيات للاستهلاك الإعلامي والشخصيات الحقيقية هي دائماً في الخفاء لأن هذه الشخصيات هي اللي بتدير الجماعة ملفاتها المالية ملفاتها التنظيمية يمكن أفكرك بالتصريحات إبراهيم مونير اللي قالها في نهاية 2019 مع محمد ناصر فقال كده بوضوح أن الجماعة انتخبت مرشد جديد وأن هناك مجموعة من الأفراد هم من يعلمون هذا المرشد وأنه غير مسموح بالتحدث عنه هنا أنت قدام شخص بيتكلم بصفة فردية يعني هو فرد في منظومة هناك تغيير في الخريطة التنظيمية الجماعة بس أنت تصدق الكلام ده يعني ده بالظبط كده عامل إيه زي الأب الروحي يعني إحنا إيه عادينا عاملين بنحاول نطفي شكل من الغموض على الجماعة فأنت طود فالواحد يطفي عليها من عنده بقى شيء من الأهمية وحالة رعب والجماعة المظلمة وبتاع فأنت تخاف لا هو بدون التهويل في حجم جماعة الإخوان وقدرتها أنت قدام تنظيم لروافد سرية في أكتر من 80 أو 85 دولة عنده أمبراطورية اقتصادية ضخمة جدا جدا ليه علاقات متشابكة مع دوائر صنع القرار في الغرب وضع طبيعي جدا أن التنظيم ده يبدأ يعيد هيكلة نفسه يبدأ يحافظ على الشخصيات المؤسرة في هذا التنظيم بيتعامل بمبدأ المراوغة السياسية والمروغة الفكرية كذلك يعني هو غير واضح للمعالم في الجزء الفكري بيدعي السلمية بيدعي الجزء الدعوي بيدعي الحفاظ على المجتمع هو في النهاية بيرغب في الوصول إلى السلطة بأي شكل كان يعني يمكن فكرة استمرارية الهجوم على الدولة المصرية يمكن كنت بقولك إحنا لحد إمتى المشهد الظاهر من فكرة الهجوم المستمر والشائعات والأكاذيب والنيل من رموز الدولة المصرية كل هذه الأمور هي كانت موجودة قبل كده على فكرة لكن زي ما قلت لك أن الأساليب اختلفت والمعركة اختلفت الأول كان بيستخدم المساجد على مدار أكتر من خمسين سنة عشان يبدأ يشوه من خلال خطاب داخلي يشوه صورة الدولة المصرية يعني أنا عايز أقولك أن شيخ الأزهر تم تكفيره على منابر المساجد ورموز الدولة المصرية رموز الوطنية والثقافية والسياسية مش من الوجوه البارزة بتاعت الجماعة لأنه أول ما بتسأل الجماعة لما كانوا بيتجابوا ويتقال لهم أنتم مين اللي فيرقى مش إحنا لأ ما هو في خطاب أنا بقولك على الخطاب السائد اللي كان موجود داخل المساجد في تلك المرحلة دلوقتي هو بدأ يستخدم السوشيال ميديا للهجوم فأصبح ظاهر أمام الرأي العام من خلال يجيب واحد زي عبدالله الشريف يعمله برنامج على يوتيوب فيبدأ طول الوقت يهاجم الدولة المصرية ورموز الدولة المصرية هو هنا بيحاول أنه هو يعمل إيه يعمل تغيير في الهوية الفكرية والثقافية للمجتمع عن طريق طبعا فكرة أسلمة المجتمع والتقديم ما يعرف بالفن البديل يعني وطول وقت عمل يعمل لك تغيير في التركيبة الفكرية والثقافية شغال داخل المساجد من خلال طبعا يعني هم انتقدوا مكلسون بشكل فجل لأن هي آه طبعا لا وحتى يعني قيرات جماعة الإخوان لأن بغض النظر عن قصة دعمها لثورة يوليو وعلاقتها بالرئيس جمال عبدالناصر لكن هي كانت عملت لهم أزمة في مسألة القومية العربية اللي هي بتقابل الأصولات الإسلامية وفكرة الفن البديل اللي هما كانوا طول الوقت بيطرحوا فهم هنا انت قدام إشكالية أو هما قدام أزمة حاولوا يتخلصوا منها عشان كده بدأ فكرة التشويه لصمعتهم مكلسون وإسقاط الرموز الوطن ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي هما طول الوقت كان بيحاول ينال من رموز الدولة المصرية عشان يقضي على فكرة القضوة الوطنية اللي موجودة ويطرح مكانها القضوة الأصولية اللي هو يقدم لك سيد أطبع لأنه هو النموذج اللي لازم الشباب يقتدوا به حسن البنة عشان يبدأ يعمل يعني استبدال هذه العناصر فلازم يشوه العناصر الحقيقية اللي موجودة القضوة الحقيقية سواء عسكرية أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو فنية فيبدأ طول الوقت ينال منها التغيير أو يعني اللعبة بهذا الشكل هو بيتم الآن ده كان بيتم قبل مرحلة 2011 من خلال المساجد وبعض المؤسسات اللي كانت موجودة على أرض الواقع الآن من خلال السوشيال ميديا بحكم إن هي الأداء الأولى اللي قام في تشكيل الوعي طيب هو دلوقتي عايز يبدأ يعمل سيطر على المجتمع تاني هيسيطر زي ما قلت لكم مش خلص مش يبدأ يزاحم في مسألة إنه يدخل في صدام مع النظام السياسي على المساجد والجامعات والمدارس والنقابات المهنة كلها انتهى هو دلوقتي باني مؤسسات على السوشيال ميديا مؤسسات فكرية مراكز صناعة فكر توجيه رأي عام بيبدأ يعمل أدوات ضغط زي بعض الشخصيات اللي هو بيستخدمها وبيمولها وبيدعمها وطول الوقت بيقولك إحنا إحنا مش إخوان أو إحنا ملناش علاقة بالجامعة هو طول الوقت يعني فكرة اللافتة الإخوانية بيحاول يركنها على جنب عشان يأدي وطول الوقت كمان ترويج لفكرة الانشقاق عن الجامعة نحن سبناهم بعدين رؤية مختلفة يا جامعة الانشقاق عن التنظيم أو الدائرة الآن دم قلت لك حتى يعني فكرة الانشقاق حاجة والانفصال حاجة الانشقاق ده دايماً بيعود إلى خلاف حول طبيعة العمل للتنظيم لكن الانفصال هو قائم على التخلي عن الفكرة نفسها وعدد قليل جداً من الشخصيات اللي أنا بعتبرهم ومفصلوا عن فكرة الإخوان قد أن تتعدهم يعني سهل يعني عدد بسيط جداً الباقي بقى وده حتى لما تشوف انت في 2011 لما الجامعة وصلت للسلطة عصام سلطان رجع وهيسم وخليل يعني هيسم وخليل ده اللي كان عامل الكتاب خيرة الشطر المفترع علينا والمفترع عليه فأنت اللي هو قدام شخصيات يعني أنا بعتبر هو متأثر بالفكر ومرتبط بالتنظيم لا يسم فاضي معنوش حاجة بالضبط كده دلوقتي أنت يعني في المشهر الجديد بقى ودي نقطة الأهم الإخوان انتقالهم زي ما قلنا من الهيكل التنظيمي إلى الطيار الفكري ومحاولة تحول التنظيم أو الجماعة من المحلية إلى العالم ما يولاتي خلي بالك وعايز يقدم خطاب من خلال مراكز الفكر الخطاب دوت من خطاب محلي يعني كل قطر شغال بما يتوفق مع المجتمع المحيط به إلى خطاب دولي أو عالمي أو إقليمي من خلال السوشيال ميديا بيوجه الرأي العام العربي بشكل عام بيوجه الرأي الإسلامي في المجتمعات الأوروبية من خلال الجاليات اللي موجودة هناك العربية أو الإسلامية كل ده هو اللي بيدي مؤشر لمصير جماعة الإخوان خلال المرحلة القادمة زي ما قلت أن الجمعية السرية التي تحكم الإخوان الآن بصدد إعادة يعني هيكلة التنظيم والجماعة والرؤية الفكرية الخاصة بها عن طريق بعض بيوت الخبرة مثلما استعانت في مرحلة التسعينات أو نهاية التسعينات بالقيادي الإخواني الدولي هشام الطالب واللي هو وضع مجموعة من الاستراتيجيات في مسألة الاستقطاب والتجنيد أو ما عرفه بتقديم جيل إسلامي من رواد التغيير الاجتماعي يعني ده اللي شغالين عليه الآن ويعني طبعا أنت أعملت طب ده محور أنا مش غير لك أن احنا خلصنا ده بقى نقطة أو محور لو صح التعبير يعني بنقة ما أنه ده لازم يتناقش لوحده خالص يعني ده ما ينفعش يتاخد في وسط الفقرة كده القصة دي عايزة لها فقرة لوحدها بعد إذنك عمر عايزة فقرة وخلينا أقولك أنا برضو محتاجين نلقي الضوء على الأكاديميات السلفية اللي هي أصباحة منتشرة بشكل فج على السوشيال ميديا اللي هي البديل لمعاهد إعداد الدعاء اللي بتدي شهادات ودبلومات وعتمد نتكلم مفيش أزمة نعرض وده يعني الحدي كلها بتؤثر في الرأي العام المصري والعربي